موسيقى مشاهدين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من برنامجكم مع الناس حلقة اليوم نتجه إلى العسل والصدر والبغية والمرية إلى دوعاً مشاهدين العزاء نحن اليوم في موطن من مواطن الجمال في دوعاً دوعاً الشامخة مثال مصنعة العمود اللذيذة كالعسل التي توصف به ويوصف بها لكأنهما شيئان لا ينفصلان عن بعضهما أبداً هيا بنا هيا بنا نتعرف على مدينة دوعاً موسيقى مشاهدين العزاء يعد دوادي دوعاً أحد روافد وادي حضر مهود وهو جزء من تاريخها الجميل وموروثها النبيل الموغل منذ القدم وعرف أبنا دوعاً بحبهم للعمل وحرصهم على إتمامه وإتقانه وسعيهم كذلك الحتيث من أجل كسب العيش الكريمة حتى أنهم نجحوا في تكوين البيوت التجارية والتي اكتسبت شهر واسعة داخل الوطن وخارجه طبعاً يتفرع وادي دوعاً الشهير إلى ليمن وليسر ولكل منهما روافده والمدن التي تقع عليه يزيد طوله عن ثمانية كيلو متر يحده من الشرق وادي العين ومن الغرب وادي عمد ومن أبرز مدن دوعاً صيف العاصمة ومن المدن الأخرى قيدون، الهجرين، فليفل، خيلة وغيرها وتكثر في الوادي أشجار السدر التي يجني منها النحل غذاءه لينتج لنا العسل الدوعني العسل الدوعني اللي نبسطه مع الجبن واللي نوكله حياناً في العيد مع اللحم العسل الدوعني طبعاً اكتسب شهرة واسعة داخل حضر موت وخارج حضر موت حتى أن الشعر المحضار رحمة الله عليه قد ذكره في إحدى أغانيه الشهيرة حيث قال له منك يا عسل دوعاً قوت العاشقين هو قوت الناس كلهم ومه هو قوت العاشقين واحدهم بس طبعاً عرفت دوعاً بسوقين تجاريين اسبوعياً يحرص الكثير من المواطنين على التسوق في هذين السوقين طبعاً منهما سوق الثلوث في مدهون وسوق الربوع في بضة وتباع في هذين السوقين الكثير من المنتجات الزراعية والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها الناس كما يعد هذان السوقان ملتقى اسبوعي للمواطنين يتبادلون في هذه الأسواق أو في السوقين هذين الأخبار ويعقدون أيضاً صفقات البيع والشراء وكذلك يحضر في وادي دوعاً تاريخ حضر موت الجميل كيف يحضر؟ يعني يتكلمون يتحدثون عن تاريخ حضر موت الذي عرفت به منذ القدم حيث توجد في هذا الوادي العديد من المواقع الأثرية التي يحرص السواح والزوار على زيارتها من أبرز هذه المواقع ريبون التي تقع أسفل وادي دوعاً وهي أقدم المدن في حضر موت معانا أيضاً قرية الجزة أو الجزة على حسب التسمية والتي توجد بها مغارة وكذلك بها أيضاً آثار من العصر الحجري كذلك حيد الجزيل وهي قرية عجيبة غريبة جميلة تقع فوق التل مرتفع وحصين من خطر السيوري مصنعة آل العمودي هي مجموعة مباني طينية قديمة تقع على التل أيضاً بمدينة صيف وغيرها من المناطق الأثرية والمواقع التاريخية والسياحية الأخرى التي تحظى باهتمام السواح والزوار وقد حظيت دوعاً بنصيب كبير من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية التي تحتاجها مدنها وكذلك مناطقها المختلفة وقد كان لأبناء دوعاً دور مشهود في العناية بمناطقهم والاهتمام بتنميتها بتطويرها وكذا النهوض بأفضاعها مشاهدين الأعزاء يحرص الكثير من أبناء دوعاً على زيارتها من حين لآخر حيث يأتون إليها من مهاجرهم الداخلية وكذا الخارجية لأداء واجب اللقاء بالأهل بالأجارب بالأحباب والحرص على زيارة أماكن مرتع الصباء وأيضاً محل الذكريات الجميلة وعندما تودع دوعاً الأرض والإنسان والتاريخ الجميل الموغل تظل دوعاً عالقة في الأذهان من طيبة أهليها وكذلك حرصهم على خدمة الضيوف وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم من أجل انطباعات جميلة دوعاً هي جميلة جداً ودائماً الجميع يحرص على تكرار الزيارة إلى دوعاً وأيضاً الاكتشاف الجديد فيها من المعالم التي تبهرك نتمنى نحن الزيارة دوعاً أيضاً أنا عن نفسي لا نعرف دوعاً تشعرنا أيضاً بقوة الإنسان نحن نتكلم ولكننا لم نزرها بعد ولكننا سمعنا الكثير عن قوة الإنسان الدوعني الذي شيد تلك المعالم الأثرية والتي بقيت شاهدة حتى اليوم تمنياتي لكم مستمعين العزاء أن تكون هذه الحلقة الجميلة عن دوعاً حلقة ممتعة حلقة شيقة حلقة مفيدة لكم وأيضاً معلومات قد استفدتم منها إلى اللقاء